اعلنت هيئة البحرين لثقافة والآثار عن مشاركة مملكة البحرين في اكسبو دبي 2020 وذلك بحضور معالي الشيخ مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين لثقافة والآثار والمفوض العام لجناح البحرين في اكسبو وبهذه المناسبة اكدت معاليها ان المشاركة في هذا الحدث العالمي فرصة هامة من اجل تعزيز الحضور الحضاري بين دول العالم وهي فرصة تدعمها وترعاها مملكة البحرين واكدت معالي الشيخ مي بنت محمد ان جناح البحرين في اكسبو 2020 دبي تم تصميمه ليعكس مفهوم الكثافة في مملكة البحرين التي تمتلك ارثا حضاريا وتاريخا غنيا وذلك من اجل صناعة فرص واعدة للتطور والتنمية المستدامة مشيرة معاليها الى ان النسيج العمراني المتنوع والخصائص الطبيعية والثقافية والاجتماعية للمملكة ساهمت في تعزيز مكانتها اقليميا وعالميا وتشارك مملكة البحرين في اكسبو دبي 2020 بجناح وطني تم تصميمه وتشيوده خصيصا لهذا الحدث تهدف من خلاله الى استعراض مفهوم الكثافة ودورها في توفير فرص واعدة تحت شعار الكثافة تنسج الفرص في محاكاة لسمات التركيبة الطبيعية والحضرية لمملكة البحرين الهدف الاول مشاركة في هذا التجمع الكبير ان يكون اسم البحرين حاضرا بمعمار مميز بمضمون مميز ركزنا على الكثافة لكي نقول ان هذا البلد بجغرافية صغيرة يملك ارثا حضاريا كثيفا عدد من الطبقات التاريخية الحراف المتنوعة وحتى تعداد السكان يعد السادس في الكثافة على مستوى العالم هي فرصة استثنائية نقدم البحرين وايضا لنروج للفرص الاستثمارية بها عبر مشاركات القطاعات المهمة لدينا شريك اقتصادي مهم هو مجلس تنمية الاقتصادية ولدينا ما نقدمه نحن كثقافة لكي نقول ان السياحة الثقافية يعول عليها على مدخول يقدر بـ 25% من عائد الاوطان التي تستثمرها بالشكل الامثل لذلك هي فرصة لنا لكي نقدم اجمل ما نملك ونستقطب زوار يهتمون بنوعية ما يرونه وما نقدمه من تميز في هذه المملكة العريقة اشتركوا في القناة